رمالله ينضم إلينا القيادة في حركة فتح مونير الجاغوب أهلا بك معنا سيد مونير ما دقة المعلومات باستهداف محمد الضيف في نواصي خان يونس حسب ما يتدعي الجيش الإسرائيلي مساء الخير سيدتي نواصي خان يونس هي أكبر كثافة سكانية في العالم هذا القصف لهذه المنطقة يعني أنه سوف يرتقي مئات الشهداء في أكثر كثافة سكانية الآن في قطاع غزة كان قطاع غزة بشكل عام هو أكبر كثافة سكانية الآن الاحتلال الإسرائيلي قال للمواطنين فلسطينيين أن منطقة المواصي هي منطقة آمنة فانتقل أغلب الفلسطينيين إلى هناك ليتفاجأوا قبل قليل بهذا القصف العنيف باتجاه خيام نفرض أن محمد ضيف كان موجود في هذه المنطقة كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي أو أن فرضية صحيحة أو أن أحد قد أبلغ الجيش الاحتلال بذلك هل ذلك يعطي الاحتلال لقتل وإراق الدماء مئات الفلسطينيين من أجل شخص واحد حتى لو كانت هذه الرواية الإسرائيلية صحيحة فهذه من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كما شاهدناها عندما حاول أن يأخذ أو أخذ أربع أسرى كانوا في قطاع غزة استشهد ما يقارب 70 فلسطيني مقابل أربع إسرائيليين بالتالي هذا شيء خارج العرف وخارج القانون وخارج أخلاق الحروب والمواجهات أن تعتدي على مدنيين عزل مهما كانت الحجة الإسرائيلية أو الأسباب الإسرائيلية أنتم من قال للمواطن الفلسطيني أن يذهب باتجاه المواصي وأنتم من قام بنشر المنشورات وإلقاءها في الجو إلى الفلسطينيين وقاموا بالتحرك باتجاه مواصي خان يونس حتى يتجنبوا ويلات القتل والحرب ويتفاجأوا بأن حتى المنطقة التي يقول عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة قد طالت الصواريخ مئات الفلسطينيين هناك وعودت بحياتهم قبل قليل وقد يرتفع العدد إلى الكثير من الشهداء هذه كل خيام بلاستيكية والمواطنين يعيشون في العراء مهما كانت الحجج الإسرائيلية هي بالتأكيد جرائم حرب ترتكب ضد مدنيين عزل طيب سيد مونير أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن ولكن هناك من يتحدث بأنه هدف الإغتيال هو رافع السلامة قائد كتائب القسام في خان يونس وأحد المقربين من الضيف وذلك حسب الإعلام العبري من هو رافع السلامة؟ لأنه حتى الآن لم يأتي تأكيد دقيق بأنه المستهدف هو فعلا محمد الضيف من هو رافع السلامة؟ هذه نقطة الثانية بس تعليق على كلام حضرتك لا نبرر للإسرائيليين الاستهداف للمدنيين ولكن أيضا نتساءل لماذا قادة حماس دائما يختبئون وسط المدنيين في الخيام التي تعلن بأنها آمنة؟ أتمنى منك الرد بحيادية على هذا الموضوع طبعا أول شيء رافع السلامة هو من أحد قادة كتائب القسام في قطاع غزة وهو فعلا أحد الأضرع الرئيسية ولمحمد الضيف في التنقل وفي الذهاب وفي الإياب أما الموضوع الآخر وهو موضوع اختباء قادة حركة حماس أنا أقول لك وأعلم أن هذا الموضوع قد يثير الإخوة في حركة حماس ولكن هذا خطأ كبير حركة حماس تقول بأنها موجودة وتواجه الاحتلال ولن تتخلى عن هذا الهدف ولكنها تذهب باتجاه أن تتواجد بين المدنيين أنا أقول لك هذه ذريعي أخذها الاحتلال لينفذ مخططين المخطط الأول هو القضاء على قيادة حماس التي تواجدت بين الناس والمخطط الثاني هو القضاء على أكبر عدد أيضا من الفلسطينيين المدنيين وتروعهم بالتالي هو يحقق الهدفين عملية الضغط على الحالة المدنية وأيضا قتل قيادات حركة حماس المتواجدة هناك يعني على حركة حماس أن تنتبه لموضوع واحد هو أنه واضح أن الاحتلال يدير المعركة بأرياحية داخل قطاع غزة ولا ماذا يعني أن يكون بنشر منشورات للناس للتوجه من مكان إلى مكان ويذهب قادة حماس مع الناس للتوجه إلى نفس المكان الذي يتحدث عنه الاحتلال يعني ما الداعي لذلك إذا أنت كنت تريد أن تواجه الاحتلال يجب أن تواجهه في المناطق المتواجد فيها جيش الاحتلال وأن لا تحضروا إلى المكان المتواجد بها المدنيين الفلسطينيين هذه الملاحظة تحدثنا فيها عشرات المرات وقلنا بأن هذا الموضوع هو أيضا خارج المواجهة العسكرية مع الاحتلال لماذا أنا أقدم شعبي على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي لينكل فيه ويقتله وأنا أعلم بأن المواجهة التي ذهبت إليها في 7 أكتوبر لم تحقق النصر للفلسطينيين والتحرير وأيضا لم تقضي على جيش الاحتلال ليمارس القتل والتشريط ضد الفلسطينيين وكانت مواجهة 100% خاسرة وغير محسوبة ولم تلدي أي شيء من طموحات الشعب الفلسطينيين قادة حماس اللي هم عارفين بأنهم مستهدفين من الجيش الإسرائيلي عندما ينتهجون هذه الاستراتيجية بأنهم يحتمون في الأماكن التي تعلن أنها آمنة وينتقل إليها المدنيون ماذا يفكرون؟ يعني يحاولوا مثلا تضليل جيش الاحتلال نريد أيضا أن نفهم كمان لا لا أبدا لا هو ليس عملية تضليل جيش الاحتلال هي عملية اختفاء ما بين الفلسطينيين حتى ينجو بحياته يعني لا يوجد أي تفسير آخر إذا جيش الاحتلال غير موجود بين المدنيين وأنت تعلم هؤلاء المدنيين بينهم قد يكون أشخاص يتعاونون مع الاحتلال الإسرائيلي لماذا تأتي لتجلس بينهم؟ إذا أنت سطعت أن تخفي ما يقارب مئة أسير إسرائيلي تحت الأنقاض اخفي عناصرك يا أخي بس مش بين المدنيين اخفيهم عندما أنت بيخفي الأسرة الإسرائيليين حتى تجنب المدنيين ويلات الحرب والقتل بالتالي المواجهة مع الاحتلال لا تتطلب منك الوجود بين المدنيين الفلسطينيين بالعكس أنت يجب أن تكون صد أو حاجز منيع لحماية هؤلاء المدنيين من دبابات وطائرات الاحتلال وتواجه هذه الدبابات بعيدا ولا تجعلها تصل إلى مدنيين الفلسطينيين وتغضي عليهم هذا هو المطلوب من المقاتل في حركة حمد ترجمة نانسي قنقر